فنانين لم ينجبوا رغم جوازهم أكثر من مرة هل عدم الإنجاب ابتلا من الله عز وجل أم هو انتقام أم هو نعمة من الله عز وجل أصعب حاجة ممكن واجهها الإنسان هو حرمانه من الإنجاب لأي ظرف سواء كالراجل أو امرأة وعدد كبير من الفنانين لم ينجبوا حتى الآن رغم جوازهم مرة وحيدة أو أكثر من مرة وده بيرجع لأسباب كتيرة منها فنانين رفضوا الإنجاب من أجل الفن والشهرة وبسبب أن ده يعطلهم عن مسيرة النجاح في الفن وفي اللي ربنا ما كتبش ليه الإنجاب لحد دلوقتي وأبرز هؤلاء النجوم الفنانة يسرى والفنانة سمية الخشاب والفنانة إلهام شهين والفنان أحمد فهم وهنا الزاهد والفنان أحمد فتحي والفنانة نبيل عبيد والفنان خالد الصاوي ربنا يرزق كل مشتاق البداية مع الفنانة ليلى علوي كان سبب حرمان الفنانة ليلى علوي من الإنجاب تأخر سن زواجها حيث تزوجت وهي في عمر الخمسة واربعين عام عام الفين وسبعة وانفصلت بعد زواج دام ثمان سنوات ولم تفكر في الزواج مرة أخرى الفنانة سمية الخشاب قالت الفنانة سمية الخشاب أن عند زواجها الأول كانت صغيرة السن ولم تكن تملك الخبرة والعقل المطلوبين لإنجاح العلاقة حينها وأضافت إنها في زواجها الثاني كشفت إنها كبرت ونضجت ولكن كان عليها أن تختار بين حياتها الزوجية وبين مستقبلها في الفن حسب تعبيرها لتكون كيانا بذاته أي أن تختار بين كونها ممثلة أم زوجة وأم فقط وتمنت سمية أن ترزق بأسر وأطفال مؤكدة إنها ترغب في ذلك بشدة ولكنها كسولة وغير اجتماعية الفنانة سهير رمزي رغم أن سهير رمزي تزوجت عشر مرات لكنها صرحت وهي تبكي إنها أجهضت حملها لإنشغالها بالأعمال الفنية حيث قالت أجهضت نفسي سلسة مرات واندمت الشغل والشهرة والنجومية كانت بتاخدني من الأمومة وحسيت بندم اللحظة دي لما ماما توفيت وأنا نقصني حاجات كتير وتابعت سهير إنها كانت تعتقد أن الطفل الذي سيأتي سينتزع منها وقتها الذي تقضيه مع والدتها درية أحمد ما أدى إلى مقاطعة والدتها لها بسبب عدم الإنجاب حينها مشيرة إلى أن أحد أزواجها طلقها بسبب الإجهاد الفنانة يسرى صرحت الفنانة يسرى بأن زوجها هو من اتخذ القرار الخاص بعدم الإنجاب إلا إنه عوضها عن الأبناء كما إنه كان لديه إحساس بالوحشية التي سيكون عليها العالم في السنوات القادمة لذلك قرر أن لا ينجب وهو ما تشكره عليها مؤكدة إنها لا يمكن أن تنجب من شخص يرفض الإنجاب وروا السيناريست بلا الفضل في برنامج الموهبون في الأرض أن يسرى قالت له في إحدى حوارته الصحفية ربنا رحمني أني لم أرزق بأطفال من كتر أني كنت هبقى متعلقة بيهم وخايف عليهم وطول الوقت هبقى بفكر أن الموت هيخطفني منهم عشان كده دايما كنت بحب أدوار الأم في التمثيل الفنانة إلهام شهين رغم أن الفنانة إلهام شهين تزوجت مرتيا إلا أنها لم تنجب أيضا حتى أن حبها للفن جعلها تلجأ إلى إجهاد نفسها مرتين حيث قالت كان من المستحيل أني أوفق بين الفن والأمومة وكان لابد أن أختار إما التركيز في مشوار الفني بالسينما أو الدراما أو الإنجاب واخترت الفن ولم أشعر بالندم لأن الفن كل حياتي واعتبر نفسي أم لأبناء أشقائي وتابعت إلهام شهين ما كنتش عايزة أخلف لأن وجود الأولاد في حياتي كان هيضرني مش هينفعني وكان ممكن يخليني أعتزل الفن مشيرة إلى أن الزوجة لو لم تصبح أما سيكون من السهل عليها المغامرة وطلب الانفصال من زوجها الفنانة سعاد حسني رغم أن سندريلا الشاشة سعاد حسني تزوجت حوالي خمس مرات إلا أن من المفارقات في حياتها إنها لم ترتدي فستان الزفاف في أي منزجاتها أبدا ولم تنجب أي أطفال أيضا وقد قال المخرج اللبناني شريف وحيد أن سعاد حسني كانت تعاني من مرض في الرحم يمنحها من الإنجاب وهو ما كذبته أختها جنجانة حيث أكدت إنها حملت مرتين من زوجها المخرج علي بدر خان لكنها أجهضت بسبب الإجهاد الشديد في الفن كونها كانت تعشق الفن الفنانة كوسر العسال تزوجت الفنانة الراحلة كوسر العسال مرتين الأولى كانت من الفنان عبد المنعم إبراهيم واستمرت علاقتهما لمدة عشرين عاما ولم تنجب خلالها وكانت الزيجة الثانية لكوسر العسال من الفنان الراحل محمد وفيق ولم تنجب منه أيضا وهو من عكس عليه في أواخر أيامه بعد وفاتها باعتماده على السكرتيرا في إدارة شؤونه وروا الكاتب أكرم السعدني في مجلة روز اليوسف محمد وفيق في آخر أيامه كتب لسمر وإسلام سكرتيرته وسائقه على الورق مكان مفاتيح المتفن الخاص به والذي سبقته إليه كوسر العسال زوجته الفنانة نبيل عبيت رغم زواج الفنانة نبيل عبيت خمس مرات إلا إنها رفضت أن تنجب حيث قالت إنها فضلت الفن عن تكوين الأسرة بكامل إرادتها مشيرة إلى إنها كانت تخشى من الإنجاب حتى لا يتأثر قوامها وجسمها وإنها لست نادمة على ذلك فالجمهور عوضها عن ذلك وأوضحت نبيل عبيت إنها تزوجت خمس مرات من المخرج عاطف سالم والمخرج أشرف فهمي والسياسي أسامة البهز بالإضافة إلى زيجاتيا من خارج الوسط الفني والسياسي إلا أن الزيجات الخمسة لم تسفر عن أي أطفال واكتفت طيلة السنوات الماضية برعايتها لوالدتها التي كانت لها بمثابة الأم والصديقة إلى أن توفيت منذ عدة أعوام وقالت الفنانة نبيل عبيت بالتأكيد إحساس الأمومة أعظم ما يمكن أن تشعر به الأم والمرأة ولا أنكر أنني في مرحلة معينة من حياة الفنية كنت أخشى أن يؤثر الحمل والإنجاب على مستقبل الفني حتى وأن والدتي اتبعت معي كل السبل الممكنة حتى أتراجع عن قراري لكنني اخترت طريق الفن ولم تفلح معي كل هذه الطرق التي اتبعتها والدتي حتى إنها قطعتني لفترة طويلة بسبب هذا الأمر لكنني تخليت عن الأمم بإرادتي من أجل السينما والفن الفنانة نجلاء بدر أكدت نجلاء بدر أن عدم إنجابها حتى الآن هو زواجها في سن الـ 42 مما أثر في تقليل فرصة الإنجاب نصح الفتيات بعدم تأخر سن الزواج حتى يستطيع أن الإنجاب مبكرا وتابعت أن فرصة الإنجاب للمرأة لها سن معين يجب حرص جميع الفتيات الزواج في هذا السن الفنان خالد الصاوي برغم رغبته الشديدة في الإنجاب وتأييده للإنجاب أكثر من مرة وهو ما كشفه خلال إحدى حلقات برنامجه كلمة حق إلا أنه لم يرزق بأطفال حتى الآن خالد الصاوي من النجوم الذين تزوجوا في سن متأخر بعدما كان أحد أشهر عزاب الوسط الفني ولكن بعد ذلك أصيب بفيروسي وهو السبب الذي ربما جعله يؤجل فكرة الإنجاب وأشار الفنان خالد الصاوي إلى شدة ندمه بسبب عدم الإنجاب وتأخره في قرار الزواج قائلا ندمت على كل حاجة غير طبيعية أخذت فيها القرار متأخر مثل الزواج متأخر وقرار عدم الإنجاب وتأخرنا في الخلفة لما فات الأوان وأضاف خالد الصاوي قائلا فكرت في إحدى المرات أن أتبنى طفلا ولكني كنت أشعر بالقلق والتوتر في اختياري وتأيدي للفكرة كما أن مراتي دائما تشتكي من غيابي طول الوقت بر البيت وإني أتبنى طفل هيكون مسؤولية كبيرة علي خايف بدل مصلح حياته أبوصها أكتر الفنان أحمد فتحي كشف الفنان أحمد فتحي خلال استضافته ببرنامج معكم مع الإعلامية منشزلي على فضائية سي بي سي عن إنه لم يرزق بأبناء وهو ما أكدته زوجته وقالت أن أحمد فتحي ليس لديه خلفة وقالت زوجته إحنا ربنا ما رزقناش بأطفال بس ربنا مجسم الأرزاق وأنا حاسة إن رزقه كله في أحمد وعمر ما كنت هلاجح حد حنين علي كده بالشكل ده أحمد فهمي وهنا الزاهد إثارة الكثير من الأحاديث عن سبب عدم إنجاب الفنان أحمد فهمي من زوجته الثانية الفنانة الشابة هنا الزاهد مصدر مقرب من العائلة أكد أن أحمد فهمي لا يمانع من الإنجاب حاليا خاصة بعد اقترابه مع عامه الـ42 لكن التأجيل حاليا يأتي من هنا نفسها التي طلبت من أحمد فهمي تأجيل الإنجاب أول خمسة أعوام من الزواج لتخوفها من التأخر في مشوارها الفني وبطلاتها الدرامية والسينمائية الفنانة شادية تزوجت الفنانة شادية ثلاثة مرات أول هما من الفنان عماد حمدي ثم تزوجت من الفنان صلاح زلفقار ثم تزوجت للمرة الثالثة من مهندس الإزاعة عزيز شفعي ولكن هناك جانب خفي في حياة معبودة الجماهير كتبت عنه في مذكرتها معبرة عن حزنها الشديد وعن حلم ظل يطاردها طوال حياتها وهو حلم الأمومة حيث أجهضت الفنانة شادية أربع مرات خلال زيجاتها الثلاثة رغما عنها وظهرت مشاعر الأمومة بشكل كبير خلال غنائها أغنية سيد الحبايب التي تعد واحدة من أشهر الأغاني التي غنتها معبودة الجماهير ضمن أحداث فيلم المرأة المجهولة الذي أنتج عام 1959 حيث أنها كانت عكس الفنانات التي رفضنا فكرة الإنجاب خوفا على شكلهن ونجاحهن فكانت غريزة الأمومة بداخلها عالية تماما وتمنت أن ترزق بأطفال وكان من ضمن أحلام الفنانة شادية إنجاب دستة أطفال مثلما كتبت في جواب بخط يدها حتى أن الإنجاب كان سببا في انفصالها عن الفنان صلاح زلفقار فبعدما أجهضت وعرفت إنها لن تتمكن من تحقيق حلم الأمومة الفنانة سناء جميل قال الكاتب الصحفي لويس جريس زوج الفنانة الراحلة سناء جميل إنه التقى بها عام 1957 مضيفا إنه وقع في حبها وزادت الروابط أكثر بعد وجود علاقة صداقة تجمحهما لما يقرب من أربع أو خمس أعوام وأضف لويس إنه طلب منها الزواج ووافقت لكن بشرط مفاجئ حسب تعبيره وكان هذا الشرط هو عدم إنجاب أي أطفال وبرر لأنها كانت مجغولة جدا بحياتها الفنية وترفض إنجاب طفل تقصر في واجباتها كأم ناحيته مشيرا إلى إنه وافق بالفعل على هذا الشرط لأن الأوضاح في مصر كانت صعبة جدا وقتها الفنانة نجو فؤاد تزوجت الفنانة نجو فؤاد خمس مرات ورغم ذلك لم تتمكن من الإنجاب موضحة إنها رفضت هذا الأمر بشكل صريح خاصة عندما طلب منها زوجها الأول أن تتفرغ بعد فترة للحملة والولادة لكنها فضلت الانفصال عنه والتفرغ لفنها والرقص وقالت الفنانة نجو فؤاد في حوار لها مع الإعلام نيشان في برنامج أنا والعسل إنها تشعر بالندم لتركيز حياتها على عملها وفنها والرقص وعدم اهتمامها بالإنجاب مضيف الوحدة جتلاني وأضافت الفنانة نجو في الحوار نفسه قررت في فترة من حياتي أن أمتنع عن الإنجاب لإنشغالي بعمل الفن والرقص ولهذا السبب انفصلت عن أحد أزواجي إلا أنني عادلت عن الأمر بعد ذلك في إحتزيجاتي بعدما اكتشفت أني حامل وراودني إحساس الأموم وقتها وكنت أتمنى أن أكمل تلك التجربة إلا أن زوجي رفض وأصر على إجهادي حتى لا أنقطع عن العمل ونفست له طلبه وتابعت الفنانة نجو فؤاد أن إن شغالها الزائد بالفن بسبب ارتباطها الفن وسفارها الدائم دفع زوجة أبيها التي تولت مهمة تربيتها وكانت بما سبت أم لها أن تتبنى طفلة لتعوضها عن غياب نجو لكن القدر لم يمهلها العمر لتربي هذه الفتاة وأوصت نجو برعايتها والاهتمام بها وبالفعل تبنت نجو هذه الطفلة وقامت على رعايتها وفقا لحوارها نفسه وقالت الفنانة نجو فؤاد عوضت إحساس الأمومة عندما تبنيت هذه الطفلة وأصريت أن أدعمها لتستكمل دراستها وتخرجت بالفعل في كلية الحقوق والآن لدي أحفاد وهذا الشياء يعوضني نسبيا عن إحساس الأمومة الفنانة تحية كاريوكا رغم أن الفنانة تحية كاريوكا من أشهر الفنانات التي حققتنا رقما قياسيا في عدد الزيجات حيث تزوجت 14 مرة إلا أنها فضلت الفن على إنجاب الأطفال من أجل الحفاظ على جسمها وجدت الفنانة تحية كاريوكا طفلة رضيعة أمام شقتها التي كانت تقيم بها والتي منحتها إياها صديقة لها من إحدى الدول العربية وفرشتها لها فات حمامة بعد أن طردها زوجها المخرج المسرحي فايس حلاوة من شقتها التي كانت تقيم بها على النيل بالجيزة وملأت هذه الطفلة حياتها وأطلقت الفنانة تحية كاريوكا على الطفلة اسم عطية الله وهو الإسم الذي اختاره لها الشيخ محمد متولي الشعراوي وبعد أن اشتد المرض على الفنانة تحية كاريوكا طلبت من صديقتها الفنانة فيفي عبده وهي على فراش الموت أن تتبنى عطية الله بعد وفاتها وبعد وفاة تحية كاريوكا انتقلت عطية الله للإقامة مع فيفي عبده التي ترفض الحديث عنها مبررة ذلك بأنها ترغب في إبعادها عن الأضواء لتعيش حياة طبيعية ترجمة نانسي قنقر